صيغة نهائية لتعديل قانون مكافآت وبدلات أعضاء الهيئة التدريسية خرجت بها اللجنة التعليمية قابلها تفاعل وتفاعل من قبل جمعية المعلمين الكويتية كلهم استعداد وكلهم رحى بتصدر أنهم يجتمعون ويستمعون إلى مطالب المعلمين ومطالب الهيئات الإدارية في وزارة التربية فإحنا على تواصل معهم وأهمم الدول لنا يد العون وبالإضافة إلى أنهم ما قصروا معنا في وقفتهم للأمانة كانوا مؤيدين جدا لهذا القرار رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة أكد أن العملية التعليمية تحظى باهتمام ودعم المجلس ووصولا لتوفير الاستقرار لكل موظفي هذا القطاع تطوير العملية التعليمية وتشجيع المعلمين هناك مقترح لتعديل بعض أحكام القانون 28 على 2011 الخاص ببدلات المعلمين تم الانتهاء منه في اللجنة التعليمية ورفع التقرير للرئيس وإن شاء الله نعمل أن يكون الجلسة القادمة أن يحظى بدعم النواب والموافقة على إقراره التعديل يمنح أصحاب الوظائف الإشرافية الحق في الحصول على البدلات بعد ترقيتهم مما سيعود بأثر إيجابي على آدائهم ويساهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية لتلفزيون المجلس أحمد الشمري